ابن السكيد قال لولا ما الدليل على امامة امير المؤمنين تليش يقولي بامارة امير المؤمنين ما قلت بامامة فلان وفلان قالهم احتياج الاصحاب اليه احتياج الكل اليه واستغناء عن الكل هذا دليل امامته حينما سألوا الخليفة الاول وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم ما هو الاب قال ما اعرف جوابها سأله امير المؤمنين هو سأله قال يا ابا بكر انها تفسر نفسها بنفسها وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم الفاكهة متاع للناس والاب متاع للانعام قال لا ابقاني الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن في زمن الخليفة الثاني كذلك نفس الشيء حينما كان امير المؤمنين في بيت الله الحرام والخليفة الثاني هم جاي الى الحج وصار صار بقرب الحجر الاسود اقبل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني وقال يا حجر لولا اني اعلم انه حجر وانك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله قبلك لما قبلتك سمع امير المؤمنين يقول هذا قال لا تقول هذا القول كيف لا يضر ولا ينفع وانه ملك من الملائكة الله انزله وانه يشهد بالموافاة لمن اتاه لذلك اللي روح للحجر روح للعمرة اول ما يبدأ بالطواف منين يبدأ بالطواف يبدأ بالطواف من الحجر الاسود شنو تقول منهم استعبات ماذا تخاطب امانتي اديتها ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اصور له لا قال لك كيف تقول لا يضر ولا ينفع وانما هو في الحقيقة يضر وينفع ملك يشهد لمن قال لا ابقاني الله لمعضلة ليس لها ابو الحسد هذا هم بالنسبة للخليفة الثاني هكذا بالنسبة للخليفة الثالث عثمان بن عفان حينما جاءوا اليه بامرأة قد انجبت لستة اشهر ولدت لستة اشهر فقال خذوها واقيموا عليها الحد انها انحرفت بالاثناء دخل امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام صاحت اغثني ادركني يا ابا الحسن اني ما عملت مكروها حسنان وما جنيت ولا ارتكبت جناية صاح ما الخبر قالت انه انا ولدت ولد لستة اشهر وقالوا خذوها واقيموا عليها الحد اختفت امير المؤمنين عليه السلام الى الخليفة الثالث وقال له لو خاصمتك بكتاب الله لخصمتك قال لك كيف قال القرآن الكريم يقول الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة حولين كاملين يعني اربع وشرين شهر وقال في اية اخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهر ثلاثون شهر الحمل والفصال نقص منها حولين الرضاعة يبقى اكل مدة الحمل وهي ستة اشهر ثلاثين ناقص اربع وشرين تبقى ستة اشهر اكل فترة الحمل قال لا ابقان الله لمعضله ليس لها ابو الحسن اذن احتياج الكل اليه واستغناؤه عن الكل هذا دليل امام ته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر